السلام عليكم ومرحبا بكم أختي في دورة ريد بابل الفيديو الثاني ان شاء الله اللي غنضرو فيه على الطريقة الصحيحة لفتح حساب في ريد بابل وضبط الإعدادات الخاصة بالحساب والأهم هو الطريقة اللي خصنا نتبعوها أو الاستراتيجية باش نحافظوا على الحساب ديلنا وما يتغلقش خصوصاً ان ريد بابل هاد الأيام دير واحد الحملة على الحسابات الجديدة اللي كتفتح وبالتالي احنا عنا واحد طريقة غنحاولوا نتبقوها في نهاية الفيديو حاول تبعو الفيديو حتى الأخير باش تجنبو هاد المشكلة اذا اول حاجة غنمشو الموقع غتلقوها بالتسجيل فوصف هاد الفيديو اول حاجة غد بدلو اللغة الانجليزية لانها هي اللغة الافضل باش تعلمو الخد ثم غنمشو الهنا غنضرو سيناب غتلقو زوج دي الاختيارات اما تستمرز يعني شخص عادي زبون ولا غتلقو اختيار تاني ارتست اللي غنختارو احنا حيث تبغينا نبيعو التصاميم ديالنا في الموقع من بعض غنزلو نكملو تسجيل بالنسبة للجيميل ضروري يكون خاص بالموقع فقط يعني قد واحد جديد وربطه مع الهاتف ديالك باش يكون الجيميل وكذلك الحساب محميين من السارقة ثم غنزلو الاسم ديال المتجر شوب نايم ثم غنختارو الباسورد يكون طويل شوي وفيه حروف والماجسكول باش يكون صعيب الاختراق غنقشيو هاد الخانة ونديره سيناب ده مبروك علينا الحساب ولكن ضروري نكملو تسجيل وضبط الاعدادات انا عدنا ثلاثة ديال الخانات create product وهذا خاص بالاعدادات ديال تحميل المنتجات ثم الخانة الثانية setup shop خاص باعدادات profile بحل صورة المتجر والكوفيرتور دياله وكذلك لينك خاص بالرابط ديال الموقع ديالك إلا عندك شي موقع كتخدم فيه الديزاين وفي الاخر عندنا البيو اللي هو تعريف ديالك والخانة الثالثة هي get paid اعدادات خاصة بالدفع في الحساب ديالك اذا اول حاجة نبدأ بها هى edit profile ونختار صورة تكون خاصة بك او شي لوغو المتجر سأسال الخط باش تقدروا اللوغو اجيو وندزو بالخف باش منطولوش الفيديو ونوريكم الطريقة لما عارف غيمشي الكانفا ندخلو الموقع ونتسجلو فيه نكونفيرميو جمعي ديالنا ومن بعد نكتبوه هنا في البحث اللوغو وغيطلعونا بزاف ديال للوغو نختارونا logo design اللي هو خاص بالانتجار ديالنا سيطلعونا بزاف ديال الاشكال سنختارو واحد فيهم باش منطولوش انا سنختار عده مثلا ديروليه بيرسوناليزي باش تقدروا تعدلو عليه وهنا سنكتبو في هذه المطولة design والتحت دياله سنكتبو تيوب كيف كتشوفو امامكم فهنا اي حاجة بنت لكم في هذا اللوغو فهنا تقدروا تعدل عليها الالوان الخط باش مكتوب هذا اللوغو والاشكال اللي كينة في هذا اللوغو يعني اي حاجة تقدروا تزيدها او تحيدها حسب الدوق سنقوم بتحميل بصيغات png من هنا وهذه هي طريقة باش تقدروا اللوغو وكذلك هذا الكوفيكتور ستدخلوا نفس العملية ستدخلوا size من بعد ان شاء الله حاولوا تدخلوها في التعليق ومن بعد ان شاء الله سنركزوا على كل شيء ومن بعد ان شاء الله ستدخلوا البروفايل سندخلوا الاسم الشخصي والاسم العائلي وهنا وش بغيتي الاسم ديالك اللي يبان للناس ولا اسم المتجر فبالطبيعي سنختروا اسم المتجر وهنا خليوا هادو كيف نخليهم انا ودبا سندخلوا البيعو تهدر على رأسك تجربة اللي عندك والمسار الدراسي والشواهد كذلك لكي اي واحد تدخل كيف يعرفك البروفيسيونال لا شيء غير درباز والذي ما اعرفش اكتب هنا ادخل المتاجر المنافسين واختاروا من هنا كلمة حتى تكدوا البيعو دبا سنضغل هنا النوتفيكاسيون خليهم هكذا كيف يجب انا ثم هنا الكوبيرايت انتجر كي ضمن لك الحقيقة ديالك يعني الكوبيرايت مقدرش اي واحدة هز تصاميم اللي كدير متاوي عود ارفعه هاد خانة نخليها وهذا الستينج والخرين خليهم مخاوين كيف خليتهم ونضغل نضغل سايف تشينجز هنا قالوا لنا بلي البروفيل تقدمه مزيان ودبا سنضغل الجزء الاهم وهنا ركزوا باش متغلطوش خوتي وفلسكم يمشون لكم ندخل هنا ادت بايمنت ديتالز او الحاجة كنمشون لجمال ديالنا كننفرمو الامايل ونعمروا المعلومات ديالنا صحيح العنوان ديالنا يكون صحيح من طبيعة الحال والدولة والزيب كود ومجموعة المعلومات اللي هنا اعمرهم حسب المعلومات اللي عندكم من اللي تسالي هنا سنضغل هنا طريقة تسحب الارباح سنختار فيها العملة الدولار من طبيعة الحال وهو اللي موتوقوك يختارون الناس كاملين وهنا نجوش جيل طرق في الاختيار اللي عندنا في البايمنت إلا عندك بايبال مفعل وما في حتى مشكل ربطوه من هنا في الاختيار الأول أما إلا عندك شبانك آخر بايونار مثلا فما عليك سواجي الخانة الثانية ودخل لها وتشوف هؤلاء المعلومات كاملين ديول الحساب ودخله وفي الاخر سنضغل سنضغل دباء اندوزوا الطريقة اللي خصنا نتبعها إلا بغينا نحفظوا على الحساب فأول حاجة لدينا جيميل كيف قلنا في الأول خصوص يكون مربوط بريد بابل فقط يعني جيميل خاص ثم ثاني حاجة خصوص يكون الحاسوب والهاتف عمر تفتح فيهم شي حساب من تعريض بابل من قبل ثم ثالثا رقم الهاتف والاسم يكونوا كذلك عمرهم تربطوا بشي حساب قديم ورابعا نحضوا بزاف من ترادمارك والكوبيرايت خصوصا في الحسابات الجديدة وهذا ان شاء الله في الدورات القديمة سنشرحوه ونوريكم كذلك كيف تجنبوه ثم خامسا ما ترفعش كتر من ربعات التصاميم في اليوم خصوصا في الشهر الأول واخر نقطة خطي بغيتكم تردم على البال هي التصاميم الأولى ديلكم تشيكوا الكلمات مزيان وهما والصور وكذلك تركزوا على الكلمات المفتاحية مزيان بحيث تكون كلمات محددة ومفيهاش حتى شي كوبيرايت ولا سبام كيف يديروا بعض المتاجير اللي بغيت بغيت تديروا بحالهم ولكن هما رأى قدام انتما بقى عندكم كونت جديد حاولوا تحتفظوا عليه وأي حاجة شكيتوا فيها بعدوا منها لأن التصاميم اللي غد ترفع في الأول الغرض منها هو يقدام الحساب ديلك وما يكونش عرضا للسدان لأن الحسابات الجديدة رأى أي غلط كي يساوي الحساب باي باي ودخل ثاني في المتاهة دي الفتح حساب جديد وصبروا معي الأخوان حتى نوصلوا للدرس ديلك تحميل الصور المجانية بدون حقوق ملكية وكذلك غنوريكم كيفاش تعرفوا الكلمات اللي ما غتسبب لكم حتى ش مشكل إن شاء الله في الحساب ديلكم لذلك صبروا وأي حاجة قلتها واللي درتها ديروا واحد لبلونق نوت حداكم وبقوا تقيدوا هادك الشيخ خوتي لأن هاد المجال راه كبير وكبير بزاف وورا ملي غد تحكموا هاد الطرق وتولوا تعرفوا كيفاش تجنبوا الحويج اللي خطر على الحساب ديلكم فكونوا على يقين باللي هاد هي البداية الصحيحة ديلكم في هاد المجال ديال الديزاين بي اودي الحد هنا إلي تبعتي هاد شي كامل اللي قلت وهاد الخطوات فكون على يقين أخي الحساب ديلكم غير يكون محمي ومعمره غير يوقع لك مشكلة ديال السدان إذا أخوتي وصلنا من نهاية الفيديو ما تنسوش ديرجيون بارتاجون الفيديو مع الأصدقاء المهتمين بالمجال وتسنوني غدا ولا بعد غدا إن شاء الله فيديو جيد وتتم الدوراء ديالنا